السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الله بالصف الثاني السلاوي كل مكان بتكلم النهاردة بخصوص امتحان بكرة وبنتكلم أو بنقش الأفكار المهمة اللي جات في امتحان سنة أولى النهاردة عايزك تركز قوي على synonym المرادف وanathonyms المضاد أو opposite يعني الكلمة ومرادفها الكلمة وعكسها كمان جات لهم قطعة تتكلم عن الصحة والعادات الصحية زي تحافظ على صحيتك washing your hands changing the bedding تغيير الفراش والكلام ده كله طبعا دي كانت عندهم في المنهج بس برضو بما ان احنا في ظروف محتاجة ان انت تهتم بالصحة فركز على موضوع avoiding illness انك زي تتفادى المرض البياغرف أو الإساية عندهم جاء عن education reform إصلاح التعليم والعلاقة ما بين the family school and the government العلاقة ما بين الأسرة والمدرسة والحكومة في العمل على إصلاح التعليم اللي عايز أقوله ان الامتحان كان جميل جدا كان مباشر حتى كانوا عايدين أسئلة كتير من اللي جات في الامتحان التجريبي مركز جدا على كلمات المنهج يعني سؤالين أو ثلاثة بس إبداعي فحضرتك ركز جدا على كلمات منهجك زكرة كويس ركز على الموضوعين اللي أنا بقول لك عليهم موضوع إصلاح التعليم وموضوع الصحة قطعة الفهم قد قطعة جميلة جدا يعني بتتكلم في موضوع عام بتكلم عن الظهور والورود وبتاعه يعني ما لهاش علاقة بشيء من الأحداث الجارية النصيحة اللي منصحها لك انك ركز جدا على كلمات المنهج بشكل كبير قوي والموضوعات الدائية بقى اليومين دول وإن شاء الله ربنا وفأك بكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته